السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا العزاوة في مخاضرة جديدة تعلق بأساسيات اللغة الإنجليزية اليوم عندنا عبارة I used to معناتها معتاد على هذه الصيغة تأتي فقط في الماضي لشيء حدث في الماضي معتاد على شيء في الماضي لكن غير موجود في الحاضر في الوقت الحاضر مثلا I work in a factory أنا أعمل الآن في مصنع كمان نشاهد I work in a supermarket فهنا أنا الآن بالسوبرماركت هنا بال past a few years ago قبل سنوات Dave today Dave الآن فهنا أنا يقول كنت معتاد أن أعمل بالفاكتوري I used to work in a factory لكن الآن now he works in a supermarket Dave used to work in a factory now he works in a supermarket Dave used to work in a factory he worked in a factory before but he doesn't work there now يعني عمله كان معتاد العمل على فاكت بالمصنع عمله قبل لكن الآن لا يعمل الآن في هذا المصنع فهذه هي الفترة الزمنية لل past اللي هي used to work but now he works now where in a supermarket فالقاعدة مالتها used to ال subject كله كما نلاحظوا عبارة used to used to ومن ثم الفعل مجرد اللي نبعته she used to were have they used to be إلى آخره when I was a child بالماضي I used to like chocolate أنا كنت معتاد عن يعني أحب الشوكلة لكن الآن no I don't like chocolate I used to read a lot of books but I don't read much these days كنت معتاد على قراءة الكتب كثير من الكتب لكن الآن لا أقرأ Liz has got short hair لديها شعر قصير Liz لكن but it used to be very long لكن كان طويل لكن الآن هي short hair they used to live in the same street as us كانوا عايشين في نفس الشارع مثلنا so we often used to see them كنا معتادين نشوفهم but we don't see them very often these days فمن نشوفهم هذي اليام أن كانت لديها بيانا لكن الآن باعتها قبل سنوات قليلة The negative is I didn't used to I didn't used to فهنانا نفي هذي صيغة الي used to When I was a child I didn't used to like tomatoes فهنانا دي إن شاء الله من عدني أن نفيناها بددت The question did you used to هل كنت معتاد على هذي صيغة السؤال الي used to Where did you used to live before you came here أن كنت معتاد على أو كنت تعيش قبل أن تأتي هنا We used to نستخدم هذي العبارة فقط للماضي كون لاحظ You cannot say I used to ما لنت يجيب هذي صيغة نهائياً I used to play tennis These days I play golf فهن كنت معتاد لنعب تنس هذي اليام دلعب golf ما نقول I used to play golf مستحيل We usually get up early Not we used to get up early فمتى يتيب صورة المضارع فقط في الماضي نتكلم عن الحدث كنا معتادين عن العمله لكن توقف في الوقت الحاضر تماريلي هذي العبارة الي used to الصور She used to have long hair تباوع الصورة وتسوي جموة باستخدام used to تمرين ممكن التدريب عليه كنا نعمل ثم We wet in london now Our house in the country twenty years ago Okay In the country Our house in the country We use to live in the country Okay لكن now they live in London now إلى آخره هنانا فقرة بالماضي استخدم لأيوستو والآن نفس الجملة كارين works very hard and has very little free time a few years ago things were different كارين a few years ago فهنانا كارين write sentences about كارين لأيوستو أفعال أو أشياء بالماضي كانت تسويها كارين كارين a few years ago do you do sports you say I'm swimming every day and play volleyball فهذه she used to go swimming every day فانانا هذي نسويها مثل الماضي swimming ومن ثم نستخدم لها ثلاثة أشياء يعني نحول ذني بالماضي كأنما نستخدم لها used to كم رؤيذي سنتزي is used to or the presence of bull I play he lives نحن لازم أمميز بين الحالة في المضارع الاشياء الموجودة والاشياء في الماضي اللي كان هذا الشخص معتاد على فعلها مثلا I used to play tennis كنت معتاد ألعب tennis I stopped playing a few years ago ما طول stopped يعني رأس يستخدم يعني الشخص بالماضي do you do any sport فانانا حاليا هذا السؤال مضارع هل يعني تسوي أي رياضة yes I play basketball فما أقدر أقول I used to play وهذه سألة الآن have you got a car no فانانا يقول عندك سيارة فقال لا one فهذه من قل ما يصير يقول I have one I used to have one كان معتاد كان عندي واحدة but I sold it okay George a waiter now he is the manager of a hotel فانانا ما طول أكون فهنا هناك وحدث بالماضي كان معتاد عليها جورج فجورج used to be a waiter كان معتادا يعمل كاويتا الآن he is the manager of a hotel هو مدير هذا الفندر وبقية الجمل على هذه الطريقة تنحل thank you so much for watching this video